موسيقى جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلية حيث شهد الريال اليمني تحسنا كبيرا بعد حالة من التذبذب في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية حيث خفض لأقل من 500 ريال مقابل الدولار الواحد فيما الريال السعودي تراوح سعره بين 128 و132 ريالا وبحسب خبراء اقتصادين فإن هذا الانخفاض هو الأكبر لتعافي الريال بعد أن شهده بوضا جنونيا أفقده قيمته ووصل إلى 800 ريال قبل أشهر نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذه من قبل لجنة الاقتصادية والبنك المركزي بعدا بهدف الحد من النزيف الحاد الذي تعرض له الريال يشكو المواطنون في العاصمة صنع ومختلف محافظات الجمهورية من إسراء الكثير من التجار على إبقاء أسعار المواد الغذائية والتموينة كما كانت عليها عند ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمنية وقال مواطنون إنه رغم توفير الدولار لتجار المواد الغذائية عبر البنك المركزي بسعر 520 ريالا للدولار إلا أن التجار لم يتوقفوا عن استغلال الوضع وزيادة معاناة المواطنين ووصلت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى على مستوى لها خلال أقل من شهرين وبات المواطنون غير قادرين على مواكبة كارثة ارتفاع الأسعار ما تسبب في العز عن القدرة الشرائية لدى الغالبية منهم دعا الخبير الأمريكي ديفيد هاردين الذي يعمل مديرا لمجموعة جورج تاون الاستراتيجية الأمم المتحدة إلى دعم المانحين بهدف دفع الرواتب المدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء اليمن على أن تتم إدارة ذلك من خلال وزارة المالية والبنك المركزي اليمنية في ظل الرقابة والمحاسبة الصارمة وتوفير المساعدات الإنسانية لأكثر من 22 مليون شخص بينهم 18 مليون شخص يعانون من عدم للأمن الغذائي ما ينذر بمجاعة كبيرة هي الأشد كارثية خلال العصر الحديث أظهرت بيانات من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاف في الإمارات العربية المتحدة أن التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 1.6% في أكتوبر مقارنة مع 3.1% في سبتمبر بسبب تسارع هبوط تكاليف الإسكان وانخفضت تكاليف الإسكان والمرافق إلى 5.2% على أساس سنوي في الأكتوبر بعد تراجع نسبته إلى 4.4% في سبتمبر فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 2.1% وزادت تكاليف النقل 9.3% وأخيرا حددت وزارة الكهرباء العراقية خطة الاستقلال عن الكهرباء الإيرانية خلال 18 شهرا وحل بعض المشاكل المتراكمة منذ عقد من الزمن حيث يستورد العراق نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه ويشتري بشكل مباشر 1300 ميجاوات من الكهرباء الإيرانية ورغم أن العراق يعم على 153 مليار برميل من احتياطات النفط الخام لكنه يحتاج إلى غاز ووقود أعلى جودة لتشغيل معامل الطاقة اشتركوا في القناة شكرا